المسألة مش اعمل جامعية ومستنى حد يجب للتبراءات وبس نبقى فيه عندي تصور عام انا هقدر اشتغل ازاي طيب هنا هرجع بقى الادة وقدم عمليا انت احد ممثلي تنسيقات شباب الاحزاب والسياسيين في هذا الحوار وكنت بتمثل التنسيقية في هذه المناقشة بالتحديد هسألك الاول بتحفظاتكم واسألك بانه طيب نزلل هذه التحفظات لانه سيدة النائب عبدالفتاح كان واضح جدا يا جماعة احنا ما عندناش مشكلة كل المسألة الجهة المناحة دي مين وعايز ايه بالتحديد والجهة اللي هيتم تمويلها مين وهتعمل ايه بالفلوس دي بالتحديد هو القانون جميل بمعنى ايه ان هو القانون محدد دوت يعني هنبدأ من السؤال الاخير من فكرة التمويل عمتا هو اولا عندي تحفظ واحد من ناحية القانون وده ورده هعريضه حالا هنبدأ بايه هنبدأ ان القانون هو ما هو اللي ايه انا كجمعية بقدم المشروع للجهة الادارية ومين الممول وهيمولني بايه وليه ده جميل قوي بس لو كان التحفظ الوحيد ان هو في القانون بيقولك هيتم الاختار بعد ستين يوم عمل فطبعا فكرة ستين يوم عمل فهي توازي ثلاث سهور تقريبا فمدة مش مش مت صغيرة لا مدة ايه كبيرة فهو ده كان بالنسبة لنا التحفظ الوحيد بس الطبيعي لازم يتم لازم يتم ونأكد عليها طبعا ان يبقى فيه مرأبة على ايه الجهة المنحة وهيتتصرف فين ما احنا مش هدين نرجع برضو ان الفلوس تدخل البلد ونقول دخلت ازاي ودخلت ليه وتتصرف فين والكلام ده كله فهو الموضوع ما هو الا القانون ما حددها انت كجهة انت كجمعية او مؤسسة بتبعت للجهة الادارية اللي هي الوزارة بتقول لهم انا هعمل ايه انا هقدم المشروع دوت وتمويله منين وتمويله رايح فين بس هو الموضوع كده بس اكيه هتلتعفض بالنسبة لنا انه ستين يوم عمل لا احنا ممكن نخليها ستين يوم فقط وهي تبقى توازي شهرين وفي الحالة دي اجيه الادارية موضحة لو ما تردش عليك بعد الستين يوم ابدأ اشتغل وابدأ استلم فلوسك يعني هو الموضوع كله ما هو الا اجراءات ممكن الناس بتقول عليها اجراءات روتينية بس مطلوبة عشان ما نرجعش التوصيل اللي انت تقدمت بيها متعلقة بالنقطة بنقطة دي كده اه ونقطة تانية برضو اللي الجمعيات يعني احنا بنطالب المؤسسات المنح مع الجمعيات ان يبقى تقنين اوضاع وتقنين اهدفها تحقق الاهداف التنموية الوطنية ما نشتغلش مبقاش الدولة احنا احنا هنبدأ بايه يا الدولة عبارة عن ايه احنا عايز بس اقول لك على حاجة اشتبق اشتبق ده سؤال الجهة المنحة دي مين احنا مفيش جهة منحة بتشتغل في مصر الا ما وزارة الخارجية لتأسر خارج مصر اه طبعا تأسر ولو جهة بقى اجنبية عمرها عشان تدخل فلوس هل لازم يكون باعتمد وزارة الخارجية ده اكباري ده بعيدا عن التضامن اصلا مفيش جهة منحة في مصر بتشتغل معظم الجهات المنحة بتبقى من بره مش هتشتغل الا وزارة الخارجية تديها التأشيرة ملهاش تأشيرة وعمرها ما هتدخل مصر وكون انها تم اعتمدها من الخارجية ده ده معنى هنتعمل عليها الفحص ده مهم طبعا بيفضل المسألة بتاعت التدفق النقدي يعني الفلوس دخلت او بتدخل لانها هتدخلش على دفعات ما يبقى السؤال يتم صرفها ازاي والمرأب على الصرف